اشتركوا في قناة اخترنا لك النهاردة كنت عادة اتفرج على مسلسل ولد الغلابة لحمد السقة السقة بعد لما تصاب في دراعه راح موقف الاوتوبيس علشان يركب عربية توديه لبلده ايه هو كان متصاب في دراعه اليمين قابل مين بقاه؟ قابل للاستاذ تامر حسني اللي عارفه بمجرد النظر طبعا انا بقولوك عليه استاذ تامر حسني انما هو في الموقف بتاع العربيات كان شكله انسان بسيط وغلبان جدا علشان كده تعرف على الانسان البسيط الغلبان جدا اللي اسمه احمد السقة ودخلوا في حوار بكونا فيه على حالنا وعلى وظفتنا وعلى فقرنا واننا بنعرف بعض بمجرد ما نشوف بعض من شدة البقس اللي باين علينا لدرجة ان احنا تعاطفنا مع حاجة ما ينفعش حد يتعاطف معاها اللي هي ايه بقى الحاجة دي ان تامر حسني بيجيب ملابس قديمة بيشتريها منين من السعيد وبيروح يباها في القاهرة ويكسب له حاجة زي كده 10-15 جنيه في الجلابية صدقنا رغب ان احنا عارفين ان الواحد هناك بيلبس الجلابية لحد لما تدوب وتفنى وتزول وبعدين يمسح بها بعد كده الازاز وفجأة وانت في نص المشهد ومتعاطف يحصل ايه يتقطع على اعلان لتامر حسني راكب حتة عربية ومهيس واحلى بدلة واحلى ننسي عجرم في الدنيا بتغني معاها اعلان اورنج طبعا واحنا لسه متأثرين على المشهد الحزين اللي في ولد الغلابة صحيح احنا غلابة وقال ايه المخرج في اخر الحلقة بيشكر الظهور المميز للنجم تامر حسني ونسى يشكر المشاهدين الغلابة على اللي هم شايفينه وخلي بالكم كل بقى الموضوع دوت حصل اما عرفكم شوية على المسلسل الاستاذ تامر حسني دوت ما ظهرش تاني ومش هيظهر في الحلقات اللي جاية احمد السقه هو البطل بتاع المسلسل بيشتغل الصبح مدرس وبيشتغل بالليل على تاكسي حصل له موقف كده وعركة واتخد منه التاكسي والسرق وتصب في دراعه ونزل الدم بقى على الهدوم بتاعته وكان عايز يروح لأهله فتامر حسني لما شافه في الموقف بتاع العربيات قال له ما ينفعش يعني تروح بالجلبية اللي متبهدلة ومقطعة دي خد لك جلبية من اللي انا ببيعهم ويا سيدي من غير فلوس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر